ازيلوا اللحوم من الرفوف وضعوا مكانها هذه الاكياس المعلبة بطريقة براقة وجذابة. لكن ليس كل ما يلمع ذهبا. وليس كل ما اكلنا واحببنا اصبح متوفرا. فهذا غذائكم الجديد وطعامكم المستقبلي. لذا استعدوا له جيدا. هذه هي عادات اجدادنا الاوائل. فدعونا نستعد بعضا من تلك الذكريات. واستعدوا لتناول الحشارات. جاهزوا لهم الوصفات الجديدة. بورجر بالديدان. بيتزا بالخنفساء. اخترعوا ما شئتم. فهناك اكثر من خمسة ملايين نوع من الحشرات. لكن لا يوجد امامنا الكثير من الوقت للاختراع والابداع. فاما ان ننقذ الكوكب بحلول سريعة ومستدامة والحشرات احدها. واما ان نموز تاجوعا ومرضا. فمع توقع وصول عدد سكان العالم الى ما يقرب من عشر مليارات نسمة. سيكون العالم بحاجة الى زيادة انتاج الغذاء بنسبة سبعين بالمئة. وفي رحلة مضمية بحثا عن الحلول. وجد الاتحاد الاوروبي الحشرات كافضل بديل للحوم. وقبل ان تستغرب او تنادد او حتى تستنكر. يجب ان تعلم ان هناك ملياري شخص حول العالم يأكلون اكثر من الفي نوع من الحشرات. واذا كنت تتساءل من اين سيأتون بالحشرات لاطعم سكان الارض. يجب ان تعلم جيدا ان كل شخص يعيش على هذا الكوكب يقابله مليار واربعمائة مليون حشرة. اوروبا وفرت الحشرات وابقت الامر اختياريا. فهل تجبر شعبها في المستقبل على تناولها? وكيف تتم تربية الحشرات? وكيف تؤكل? وما هو حجم السوق العالمي لها? رافقونا في هذا الوثائق المليء بالمعلومات الغريبة. لكن وقبل ان نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. على ما يبدو ان العالم ما زال يخبئ لنا الكثير من المفاجآت التي كثرت في السنوات الماضية. جاء عام الفين وثلاثة وعشرين. ومعه كثر الحديث عن حرب نووية. وعن ازمة غذاء تنتظر العالم بسبب الحرب الروسية والتغيرات المناخية. واحدث تلك المفاجآت. الاتحاد الاوروبي يفتح الباب امام الحشرات لتصبح على قائمة موائد الاوروبيين. لتتسلل الصراصير المجففة وغيرها من الحشرات الى ارفف المحلات التجارية. وبدأ استخدام الحشرات في العديد من الصناعات الغذائية. جاء هذا القرار للتخفيف من تناول اللحوم التي تسبب في امبعاثات تضر بالمناخ. واذا ما تمكن العالم من استبدال الحشرات باللحوم فان ذلك سيضع حدا لاربعة عشر ونصف بالمئة من جميع امبعاثات غازات الاحتباس الحراري. والتي تأتي حاليا من تربية الماشية. عشر كوينتيلون حشرة. تعيش الحشرات في كل موطن تقريبا. وفي كل ركن من اركان الكرة الارضية. على الانهار الجليدية. وفي الغابات الاستوائية. والصحار الحارقة. وحتى على سطح المحيطات. يعيش معظمها لبضعة ايام او اسابيع فقط. تشير التقديرات الى ان هناك عشر كوينتيلون حشرة على الارض. حتى الان قام العلماء الذين يدرسون الحشرات بتسمية مليون نوع منها. لكن ما يزال هناك نحو اربعة ملايين حشر لا تزال غير مصنفة. تعتبر الحشرات مصدرا غذائيا هما للحيوانات الاخرى. وتشير التقديرات الى ان الطيور وحدها تأكل ما بين اربعمائة الى خمسمائة مليون طن من الحشرات سنويا. والحشرات ايضا حيوية لكل نظام بي اي. فهي تقوم بتلقيح النباتات وتحليل كل شيء. وتصنف بكونها اكثر المحلات كفاءة على كوكب الارض. كما انها تزرع الفطريات وتنثر البذور. وتساعد الحشرات في السيطرة على تجمعات الحيوانات الكبيرة عن طريق اصابتها بالامراض او امتصاص دمائها. يقدر بعض العلماء ان العدد الفعلي لانواع الحشرات المميزة قد يصل الى ثلاثين مليونا. وبسبب اعدادها الهائلة من المحتمل ان ينقرض عدد كبير منها قبل ان يعثر العلماء عليها. تشكل الخنافس اربعين بالمئة من انواع الحشرات. وهي اكبر مجموعة من المخلوقات المتنوعة حيويا. كما يوجد على الكوكب نحو عشرة كوادريليون من النمل. اي ان هناك نحو مليونا وثلاثمائة الف نملة لكل انسان. حيث يمكن لملكات النمل الابيض انتاج ستة الاف الى سبعة الاف بيضة في اليوم الواحد. مزارع تربية الحشرات. الحيوانات وحدها هي من تقود ثورة الحشرات الصالحة للاكل. في استراليا يمكن للكلاب ان تتغذى على الحشرات التي تصنعها شركة بوغي بيكس. وفي اوروبا تبيع شركة توموجو جميع انواع المكملات من الحشرات للحيوانات. اما شركة مارس وهي اكبر شركة اغذية للحيوانات الاليفة في العالم. فتقوم بصنع علامتها التجارية الخاصة من الاطعمة المكملة من الحشرات للقطط والكلاب. ففي الوقت الحالي تعتبر اغذية الحيوانات الاليفة اكبر سوق لبروتين الحشرات. بدأت صناعة تربية الحشرات تزدهر في اوروبا والولايات المتحدة في السنوات الاخيرة. وعلى الرغم من نمو الصناعة الا انها لا تزال ضائلة نسبيا بالارقام. فقد انتجت المزارع الاوروبية بضعة الاف من الاطنان فقط من بروتين الحشرات في عام الفين وعشرين. هذه الارقام القليلة من الانتاج تبقي اسعار الحشرات المستزرعة مرتفعة. وفي السنوات الاخيرة نمت زراعة الحشرات عموديا بشكل غير متوقع. وذلك بسبب انخفاض تكلفتها بنسبة اربعة وتسعين بالمئة. ومن المتوقع ان ينمو السوق العالمي للزراعة عموديا عموما. من ثلاث مليارات وسبعمائة مليون دولار في عام الفين وواحد وعشرين. الى عشرة مليارات وخمسمائة مليون دولار امريكي في عام الفين وستة وعشرين. عند الدخول الى موقع التصنيع الرئيسي لشركة يانسك والذي يعتمد الزراعة الرأسية فان اول ما يقابله الزائرون هو رائحة غريبة خليط بين التراب والسماد. وسرعان ما يدرك الزائرون انهم في مصنع نموذجي. فهذه هي اكبر مزرعة حشرات عمودية في العالم. وهي موطن لما لا يقل عن ثلاثة تريليون خنفسة. يتمتع الموقع التابع لشركة بالقدرة على انتاج اكثر من الف طن من منتجات الحشرات سنويا. مع استخدام مساحة اقل بنسبة ثمانية وتسعين بالمئة من الاراضي. وموارد اقل بنسبة خمسين بالمئة مما هو عليه الحال بالنسبة لتربية الماشية التقليدية. في عام الفين وواحد وعشرين عانت العديد من شركات بيع الحشرات من طباطئ في المبيعات. فقد انخفضت المبيعات في شركة مارلو فودز في المملكة المتحدة بنسبة اربعة فارز ثمانية بالمئة. وهكذا كان الحال في معظم المصانع الغربية. سوق الحشرات العالمي. تشير دراسة اجريت عام الفين واثنين وعشرين الى ان دمج الحشرات في النظم الغذائية الاوروبية يمكن ان يقلل من استخدام المياه والاراضي باكثر من ثمانين بالمئة. ومن المتوقع ان يصل سوق الحشرات الصالحة للاكل الى تسع مليارات وستمائة مليون دولار بحلول عام الفين وثلاثين. يأتي هذا النمو مدفوعا بالانبعاثات المتزايدة لغازات الاحتباس الحراري من صناعات المواشي والدواجن. بالاضافة الى زيادة الاستثمارات في شركات البروتين البديل والابتكار في تكنولوجيا الغذاء. وذلك لما تحتويه الحشرات من قيمة غذائية عالية. وصل سوق بروتين الحشرات العالمي لعام الفين واثنين وعشرين الى نحو اربعمائة وثلاثين مليون دولار. ومن المتوقع ان ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ستة وعشرين ونصف بالمئة. هذا وقد شكل تزايد عدد سكان العالم والضغط الناجم على الطلب على الغذاء والاعلاف مصدر قلق للعالم منذ عقد من الزمن. فاتجه العالم للبحث عن البدائل وتقييمها. حتى وجدوا الحشرات كافضل بديل لتغذية الانسان والحيوان. كما ان انتاج بروتين الحشرات اقل تكلفة من اي نوع اخر. في البداية استخدموا هذا البروتين كعلف للحيوانات. ثم لاحقا ادرك الناس مدى اهمية البروتين المتواجد في الحشرات. حتى اصبح يستخدموا نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الصناعات. بما في ذلك الاطعمة والمشروبات والادوية والمغذيات ومستحضرات التجميل. وتعد الحشرات ايضا مصدرا للدهون الاساسية والدهون عالية الجودة والالياف والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكاليسيوم. لكن هناك عدة امور تقيد نمو وسوق الحشرات. مثل التكاليف المرتفعة للانتاج والمعدات المطلوبة المكلفة. هي واحدة من اهم المعوقات. في المستقبل القريب من المتوقع ان تهيمن صناعة علف الحيوانات على سوق بروتين الحشرات العالمي. ويرجع ذلك الى كونه منتجا ذا قيمة غذائية عالية. حيث يساعد بروتين الحشرات في تحسين معدل زيادة الوزن في الحيوانات. والوقاية من الامراض. ونقص الفيتامينات وتحسين هضم الاعلاف وتحويلها. الحشرات كغذاء. خلال حكم الامبراطورية الرومانية وحتى العصور الوسطى. كانت الحشرات من الاطباق الرئيسية على الموائد الاوروبية. واليوم اصبحت هذه الاطباق من الماضي. لكن هذا الحال لا ينطبق على بقية العالم. فهناك اكثر من الفي نوع من الحشرات تؤكل في ثمانين بالمئة من البلدان حول العالم. في المكسيكي وحدها مثلا يأكلون اكثر من خمسمائة نوع من الحشرات. وبينما يتناول البعض الحشرات بسبب ارتفاع نسبة البروتين والفوائد الصحية الاخرى. فهناك من يعتبرها طعما شهيا. ويعتبر النمل واحدا من اهم الحشرات التي تؤكل في بلدان العالم. وهناك انواع كثيرة منها صالحة للاكل. كل نوع له نكات مميزة خاصة به. وغالبا ما يتم تحميزها بالملح او تحميرها قليلا وتناولها مثل الفشار. كما تقوم العائلات الصينية باستخدامه في حساء النمل الساخن. وهي وجبة شهيرة في الشتاء. وفي بعض الاحيان يستخدم النمل لتكملة الاطعمات الاخرى. كطباقة مقرمشة على اشياء مثل السلطات او حتى الحلويات. ويعتبر النمل من المصادر الجيدة للبروتين. ويساعد في تنظيم الكوليسترول. الى جانب النمل هناك الصراصير التي كانت طعاما للبشر لعدة قرون. يتم استهلاكها حاليا في معظم دول العالم. وتعتبر طعاما شائعا في شوارع التايلاند وكمبوديا والمكسيك. الجراد ايضا من الوجبات الشهية في جزء كبير من العالم. ويمكن استيادها بسهولة. مما يجعلها مصدرا غذائيا يمكن الوصول اليه بسهولة. اما الخنافس والتي تعتبر بانها واحدة من اكثر الحشرات التي يتم تناولها بشكل متكرر في العالم. يتناولها الاشخاص الذين يعيشون في حوض الامازون واجزاء من افريقيا. وهي شائعة ايضا في مناطق الغابات الكثيفة الاخرى. بما في ذلك الغابات الاستوائية. واذا ما انتقلنا الى الصين والتايلاند. تعتبر العقارب من اشهر الوجبات لديهم. وغالبا ما تنتشر في اسواق الشوارع على اسياخ مشوية. بالاضافة الى مهمة استياد العقارب الشاقة. الا انها ايضا تتطلب عملية خاصة لطهيها. حيث يقومون اولا بازالة الذيل وكسي السم لتجنب التسمم. على الرغم من ان طهي العقارب يقلل من السمية الى حد كبير. اما العناكب فتعتبر وجبة دسمة في كمبوديا. ويتم طهيها باشكال مختلفة. والان بعد ان تعرفنا على هذا العالم الغامض والمخيف. والذي قد يصبح قريبا وجبة رئيسية اجبارية. هل تعتقد ان العالم قادر على تجاوز ازمته الغذائية? بعيدا عن الحشرات?